شهدت قرية الوسطاني التابعة لمحافظة ضمياط الانتهاء من إنشاء وتسليم المجمع التكنولوجية كما تم الانتهاء من تنظيم موقف السيارات والسوق الحضارية وإقامة مدارس فضلا عن خدمات الإسعاف والمطافئ كما تم الانتهاء أيضا من تنفيذ مجمع الخدمات الزراعية يأتي هذا ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى المصرية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة حياة كريمة طبعا جات أدخلت على البلدية البهجة والفرحة والسرور فعملت جميع المشاريع واستكملت كل المشاريع اللي كانت نقصة استكملت الإنارة واستكملت الصرف المغطى للصرف الصحي للبلد وعملت مجمع خدمات زراعية ومجمع وسجل مدني ووحدة بيطارية وبريد ومدارس ووحدة صحية عملتها على أكمل طراز موجود وأجمل حاجة حلوة موجودة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة اللي هي مبادرة بمثابة الحلم لنا كأهل بلد الوسطان لأن بلدنا الوسطاني كانت تعتبر معدومة من الخدمات ومن البنية التحتية جاء مشروع حياة كريمة صراحة ما كناش نحلم بالمشاريع اللي تمت فيه مشاريع كبيرة مشاريع عظيمة بتخدم بلدنا الوسطاني في كافة القطعات سواء صرف الصحي ميا قهربة مجمع خدمات حكومة على أعلى مستوى مجمع خدمات زراعية على أعلى مستوى ووحدة طب أسرة حديثة مشروعات حياة كريمة فدت الناس وعملت طفرة في الشعب المصري والمجتمع ونتمنى أن هناك مشروعات بدأت تنفيذها وفي مشروعات لسه هيتم تنفيذها لكن طبعا المشروعات اللي تمت بالفعالية اللي هي أيما علىها دلوقتي غيرت يعني غيرت طبعا مثلا زي مش عايزيني التكلم بشكل خاص في مشروعات معينة لكن جميع المشروعات أصلا حصل فيها تجديد وحصل فيها تطوير وبرؤية وفكر جديد